الشي اللي كان يصير في الساعات الأخيرة أبو أحمد زي ما تفضلت بالفعل كان فيه مزايدات ممكن احنا تكلمنا فيها في حلقة السابقة قلنا أن وكيل الأعمال ببالغ في الأسعار وصلت المرحلة لأنه آخر يوم دارة الاتحاد قدمت مقدم أقل مليون دولار فجأة وكيل الأعمال طارب 700 ألف دولار زيادة على المبلغ الصراحة أنا أرى من وجهة نظري إدارة الاتحاد أحسنة التعامل مع ملف اللاعب انسلمه لاعب مهم ولاعب ممتاز وكل فريق أتمنى لكن بهذه الطريقة وبهذه الأسلوب بهذه المزايدات وأنا حتى لا أرى أن أتصب الصراحة في مصلحة الكرة السعودية أنه الأندي أتزايد بدل السلوب دي الطريقة ترى المستفيد اللاعب المستفيد وكيل أعمال اللاعب ما تعتبر الصراحة طريقة إيجابية صحيحة لاحتراف حق مشروع ولسنا في فترات سابقة ميثاق شارف وأواء الآخر لكن منطقيا اللاعب يأخذ أكثر من قيمة السوقية في ملاعبنا بالذات لا أمر قير منطقي انسلمه لاعب جيد بل لاعب ممتاز لكنه عمره 32 سنة ففيه نسبة وتناسب أنا أرى البعض كان أحترم وجهة نظرك لكن يمكن أن أقول لك أنا أقول لك يا أخي أنا عندي فلوس حر أبا أدفع هذا المبلغ وأأخذه هو بالنهاية بالتأكيد إلا عنده فلوس هو حر ويدفع هذا المبلغ لكن فيه أمور يعني أنا لا أدي لاعب مبلغ يعني أكثر من قيمة السوقية يأخذ قيمة السوقية ليش يأخذ في كل دول العالم قيمة السوقية إيش معن أنا عندي في الدورة عندي يأخذ المبلغ حقه مضاعب بعدين مش لاعب منتخاب أو لاعب لوسيت عالمي يجلب لك استثمار أو لاعب لاعب جيد جدا حتى العام الموسم الماضي فريقة الوحدة هبط وإنسلم واحد عناصره مو معنى إحنا ننصف إنسلمه الآن كنا من يومين نقول لاعب ممتاز لا لاعب ممتاز ولا خلاف لكن إدارة ناد الاتحاد أنا بكل صراحة بتعاملها بشفافية ووضوح إنه نحن خرجنا من الصفقة بسبب المزايدات الحاصلة هذا أمر منطقي حتى لنحن عندنا ما بيننا في لاندية ترى الصفقات دي كلها عائد وتقطق وإلى آخره ومش عاربه كلما تكون أنت واضح وصريح والاتحاد كان هو صاحب القرار وليس إنسلمه ولا وكيل اللاعب إنسلمه أنت بتبالك أنا سحبته الله يوفقك روح مكان ما تروح كان صراحة أمر جيد من دارة ناد الاتحاد يوسف نياكاتي طبعا خيار جدا مهم الاتحاد كريم الأحمدي عمله له كشفه اليوم ووضح إنه بإمكانه إنه يلعب فبالتالي كريم الأحمدي حيستمر الصفقات الأجنبية أنا أعتقد خلاص الملفة روحي للشتوية قد يكون للاتحاد حاجة محلية ممكن خلال الساعات القادمة اشتركوا في القناة